اهلا بك في الحلقة الاولى من كورس التاسيس ده المبتدئين ناس كتير جدا سألت عن الكورس ده وانا حبيت اشارك معاكم في توضيح تام للليفل ده وبدو مطول عليك تعال نبدو مواضينا الشرح على طول يلا بينا وفي حلقة النهضة هعلمك البيزيكس اللي المخروض هنمشي عليها في كل حلقة لكن كل اللي محتاجه منك ان انت هتروح لقرب مكتبة هتشتري منها كشكول زي ده كده بالضبط الكشكول ده اسمه ناين لاينز يعني تسع سطول هيكون من الداخل بالشكل ده في الكشكول ده هعلمك ازاي ان انت تكتب بطريقة سهلة وواضحة وبخط واضح ومنصف والبيزيكس اللي تعيتناه في كل حلقة هتتكلم عن استماع وتحدث وكراءة وكتابة واول حاجة عايزين نعرفها بعضينا هي ان عشان تعلم اي لغة بطريقة سهلة وغسيطة لابد ان انت تعمل لها اللي هي الممارسة الممارسة دي بتكون مش هيقلم الربع ساعة يومية عشان تتعلم لغة بطريقة سهلة ووسيطة بدون ما تحس بملل او زهر لو انت مش هتنالس معي اللغة لمدة ربع ساعة يومية فاردت في الفيديو لانك مش هستفيد باي حاجة في الكورس ده ولو انت لسه مكمل معايا فاردت تكمل معايا الحلقات لحد الاخر عشان تطلع باكبر فايدة من المعلومات يلا بنا نبدأ واحد عدد الحروف كامي اتلين اصوات الحروف كامي تلاتة اقسام الحروف كامي تعال ناخد واحدة واحدة عشان نفهم ما بطينا اول حاجة عندي عدد الحروف بتكون 26 letters 26 letters عندي 26 حر تاني حاجة معايا اصوات الحروف 44 sound 44 sound عندي 44 صوت تلات حاجة معايا اقسام الحروف اقسام الحروف عندي قسمين اول قسم معايا capital letters تاني قسم معايا small letters capital letters small letters حروف كبيرة وحروف صغيرة في الفيديو ده مش هعلمك اكتر من كده لكن قبل ما ابدأ عايزك تصفي ذهنك وتديني تركيزك الكامل وتتأكد ان المكان جنبك هادي عشان تستفيد باكبر كم من المعلومات وتعالي با نبدأ باول فكرة مع بعضين ومبدئيا هناخد في الحلقة دي 10 حروف وكيفية الكتابة بخط منصك وواضح يلا بينا الكتابة دي هتكون على 3 اسطر هتكون بالطريقة دي اول حرف معايا بجيب شرطة من السطر التالت فوق للسطر الاول تحت ميلة بالطريقة دي وبعدين باجي من ناحية اليمين بنزل بنفس الشرطة بالشكل ده وبعدين باجي في النص وبعمل شرطة فهيكون الحرف بالشكل ده وده اسمه اي كابتال اي كابتال بعدين هنيجي للحرف اي اسمه هنعمل دايرة بين السطرين اللي تحت بالشكل ده تمام وبعدين بنشد شرطة بين السطرين من ناحية اليمين بس الشرطة ما تنزلش تحت السطر الاول هتكون بالشكل ده يبقى اذا عندي اي كابتال اي اسمه اي كابتال اي اسمه بعدين هندخل للحرف التاني وهو الحرف بي هيكون بالشكل ده بنشد شرطة من السطر الاول فوق للسطر التالت تحت بالشكل ده وبعدين بنعمل نص دايرة بين السطر الاول ونص دايرة بين السطر التاني وهتكون بالشكل ده وده اسمه بي كابتال بعدين هنيجي للحرف الرابع معنا وهو الحرف بي اسمه فهنشد شرطة من السطر الاول فوق للسطر التالت تحت بالشكل ده وبعدين هنعمل نص دايرة بين السطرين بالشكل ده يبقى اذا عندي بي كابتال بي اسمو وثالث حرف معايا وهو الحرف سي بعمل زي نص داية وبلف بيها زي كده بالضبط بتغبط في السطر التالت فوق وبننزل بيها لتحت بتغبط في السطر التالت تحت بنفس الشكل ده وبعدين باجي بين السطرين بعمل نفس الشكل هتكون كده يبقى اذا عندي سي كابتال سي اسمو هندخل مع بعضينا للحرف الرابع والحرف دي بسحب شرطة من السطر التالت فوق للسطر التالت تحت بالشكل ده وبعدين بعمل نص دايرة بتشمل التلات سطور هتكون بالشكل ده تمام هنيجي للحرف اللي بعده وهو حرف دي اسمو بنسحب شرطة من السطر التالت فوق للسطر الاول تحت بالشكل ده وبنعمل نص دايرة ناحية الشمال هتكون بالشكل ده يبقى اذا عندي دي كابتال دي اسمو دي كابتال دي اسمو بعدين هنيجي للحرف الخامس مع بعضينا وهو الحرف اي بعمل شرطة من السطر الاول فوق للسطر الاول تحت بالشكل ده وبعدين بسحب شرطة ناحية اليمين من فوق وبعدين شرطة في النص وبعدين شرطة تحت فهتكون بالشكل ده اذا عندي دي اسمها اي كابتال اي كابتال بعدين هنعمل الاي اسمو بنسحب شرطة بين السطرين اللي تحت بالشكل ده وبعدين بنعمل فيها نص دايرة لفة زي كده هتكون بالشكل ده اذا عندي دي اسمها اي اسمو اي اسمو بعدين هندخل على الحرف اللي بعدها الحرف اف بنسحب شرطة من السطر الاول فوق وبننزل بيها لتحت للسطر الاول تحت وبعدين بنسحب شرطة صغيرة ناحية اليمين وشرطة في النص ناحية اليمين هتكون بالشكل ده بعدين هنعمل عصايا عكاس بالنسبة للحرف اف اسمو بالشكل ده بنعمل عصايا عكاس تغبط في السطر التالت فوق وبننزل بيها للسطر الاول تحت هتكون بالشكل ده وبعدين بنسحب شرطة في النص زي كده بتقطع الخط اللي احنا نزلناه من السطر الاول للسطر التالت فهتكون بالشكل ده بعدين هندخل مع بعضين على الحرف السابع وهو الحرف ج بنعمل نفس حرف السي زي كده بالزبط فهنعمل نفس الطريقة بتاعته بالزبط زي كده وبعدين بنطلع بيه من تحت شوية شرطة الفوق وبندخل بشرطة ناحية الشمال فهيكون بالشكل ده بعدين هنيجي مع بعضينا لحرف الجي اسمول بنعمل لام صغيرة زي كده بتنزل تحت السطر التالت وبعدين بنعمل مع بعضينا دايرة صغيرة يبقى ازا عندي ده اسمه جي اسمول جي اسمول بعدين بندخل على الحرف اللي بعده وهو الحرف ايج ايج بنعمل ايج كابتل بنسحب شرطة من السطر الاول فوق للسطر التالت تحت بالشكل ده وبنعمل نفس الشرطة من السطر الاول للسطر التالت تحت وهتكون بالشكل ده وبعدين بنسحب مع بعضينا شرطة في النص يبقى ازا عندي ده اسمه ايج سمول ايج كابتل ايج كابتل بعدين هنعمل مع بعضينا الايج سمول فنسحب شرطة من السطر الاول فوق للسطر التالت تحت هتكون بالشكل ده وبعدين هنعمل شرطة بين السطرين الاول والتاني من تحت. هتكون بالشكل ده. يبقى اذا عندي ايج كابتال ايج سمو. ايج كابتال ايج سمو. بعدين هناخد اخر اخر حرفين معنا وهو الحرف اي. بنعمل شرطة فوق على السطر التالت. وبنعمل شرطة فوق على تحت على السطر الاول. وبننزل بسطر يطع الثلاث سطور. هيكون بالشكل ده. يبقى اذا عندي ده اسمه اي كابتال. اي كابتال. تمام? بعدين هنعمل الاي اسمول. بنيجي بين السطرين التاني والتالي التحت. بنعمل شرطة عصاية كده وقفة. وبعدين بنحط فوقها نقطة. فهتكون بالشكل ده. يبقى اذا عندي اي كابتال اي اسمول. اي كابتال اي اسمول. بعدين هنيجي الاخر حرفي معنا وهو الحرف جاي. جاي. بنعمل لام زي اللام بالعربي بالزبط. بتشمل التلت سطور نفس الشكل ده كده بالزبط. وبعدين بنيجي على السطر الاول الفوق وبنعمل شرطة. فهتكون بالشكل ده. يبقى اذا عندي اسمها جاي كابتال. جاي كابتال. بعدين هنعمل الجاي السمول. بنعمل لام صغيرة كده وبتنزل تحت السطر التالت تحت. فهتكون بالشكل ده. وبعدين بنجيجي نحط فوقها نقطة. وبكده يكون وصلنا لهذه الحلقة. اشتركوا في القناة.